أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف و أخو و حب إلى أبينا منا و نحن عصبا إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلوا يوسف و اطرحوا أرضه يخل لكم وجوى بيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف و ألقوه في غنابة الجب و ألقوا في غنابة الجب يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما ذكرى تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب وأنتم عصبا إنا إذن خاسرون فلما ذهبوا به أجب أن يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لها يشعرون وجاءوا أبانا عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين